بانتظار الرد الإيراني عم تبنى أمريكا اقتلاف غربة عربية واسعة لصد الهجوم كيف؟ الدور الأساسي بالاستعدادات هو طبعاً لأمريكا 1- في استنفار بكل الكواعد وحاملات الطائرات والبوارج الأمريكية بالمنطقة استعداداً لأسقاط المسيرات والصواريخ الإيرانية قبل ما توصل 2- عززت القوات الأمريكية أسطولة بالمنطقة بـ 22 سفينة مزودة بأنظم الدفاع جوه وحاملت طائرات جديدة مع سربان من طائرات F-22 و F-8-18 لقادرة على اعتراض المسيرات بالجو إضافة لبطاريات جديدة لصد الصواريخ 3- عم تضغط أمريكا على الدول العربية لتكون جزء من الائتلاف ولو من دون إعلان هالشي بشكل صريح بلشت تبين نتائج الاتصالات الأمريكية مع الأردن ومصر والسعودية والإمارات والبحران الأردن والسعودية أعلنوا أنه حيتمسكوا بسيادتهم على أجواءهم وما حيسمحوا بمرور أي مقزوفات عبره مثل ما عملت الأردن وقت الرد الإيراني الأول الإمارات والبحران ما أعلنوا موقف واضح وبيبقى تأثيرهم أقل أهمية بسبب عدم اتساع مجالهم الجو بس الدور الأهم اللي رح تلعبوا كل هالدول هو بتبادل المعلومات والتبليغ عن مسار الصواريخ بشكل مبكر لتمكين الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية من إسقاطة في حلق التواصل بين هاجيوش بإدارة أمريكية مخصصة لها الغاية كمان بلشت الدول الغربية الثانية تحضيراتها بعد مباحثات بين وزير الدفاع الإسرائيلي والبريطانيا عززت بريطانيا كواعدها العسكرية بأبروس للعبة دور حاسم المرة الماضية بإسقاط المسيرات الإيرانية على طريقة لإسرائيل طلبت ألمانيا إرسال تعزيزات عسكرية باتجاه البحر حد أبروس بس ربطتها بعمليات الإجلاء وبلش الحزب المسيح الديموقراطي المعارض ضغط على الحكومة للإنخراط بعمل الإئتلاف العسكري ضد الهجوم الإيراني بعض الموقف الفرنسي غامض بالنسبة للدور اللي ممكن تلعبه قواعدها الجوية الموجودة بالأردن رغم هالتحضيرات بعدها أمريكا مش متأكدة من نجاحها بصد الهجوم مثل المرة الماضية خصوصا إذا وسعت إيران الهجوم مقارنة بضربة 13 نيسان